بمشاركة 51 قيادياً وخبيراً من قطاعات ومؤسسات التعليم الدولية انطلق اليوم المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب الرياض ويناقش المؤتمر الذي يُعقد افتراضياً سبل الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وتقويمه وفق أحد الممارسات الدولية بالشراكة مع أمانة مجموعة العشرين أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب افتراضياً المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب بالرياض الذي يسعى من خلال ورش عمله إلى تطوير التعليم والتحسين جودته وكفاءته على المستوى الوطني المؤتمر مهم جداً حقيقةً لأنه سيستعرض كثير من التجارب الدولية وسيعطينا فكرة عن جهود كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالتقويم والقياس لضمان طبعاً جودة التعليم والاستمرار دعم مؤسسات التعليم والتدريب ولتقديم المشهورة والنصيحة لتعامل مع كافة الاحتياجات في ظل هذه الجائحة يشارك بالمؤتمر واحد وخمسون خبيراً دولياً من شتى المؤسسات العالمية كاليونيسكو وجامعات دولية أنا أعتقد أنها مشاركة مهمة جداً وهم أناس مشهود لهم الحقيقة بخضراتهم في مجال التقويم والتدريب وأنا شخصياً سأرأس جلسة فيها اثنين أحدهم من سكتلندا والثاني من ناذرلاند يتحدثون عن تجاربهم في تقويم المدارس وفي التفتيش على المدارس وفي تطبيق إجراءات تقويم جديدة ممكن أن تؤدي إلى الهدف المشهود سبق تتشين المؤتمر 21 ورشة تخصصية عرض من خلالها أحدث الممارسات العالمية الناجحة في التقويم وسيستعرض المشاركون أحدث التوجهات والحلول لفعالية التقويم وتطوير أدواته عبد المحسن الحربي العربية الرياض ونبقى مع الزميل عبد المحسن الحربي من الرياض أهلا بك عبد المحسن ما آخر الفعاليات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتقويم التعليم وتدريب في الرياض نعم محمد بدأ هذا المؤتمر اليوم صباحا حيث أشارك فيه عشرات القياديين والخبراء في مجال التعليم وتقويم التعليم المؤتمر الذي يتحدث عن كثير من المواضيع المتعلقة بالتدريب والتعليم لسيما في ظل هذه الظروف الحالية في جائحة كورونا وظروف التعليم من جديد الآن المؤتمر انتهت جلسته الأولى ويستعد للجلسة الثانية التي هي بعنوان تنفيذ عمليات التقويم وفحص الجودة في المدارس وكذلك سيكون هناك جلسة قادمة بعنوان تقويم واعتماد برامج التعليم وتدريب التقني والمهني بمشاركة من قبل عدد من المسؤولين السعوديين نتحدث عن رئيس التدريب التقني والمهني وكذلك من دكاتر آخرين ومستشارين وكذلك من عدد من الخبراء الدوليين شاهدنا قبل قليل عدد من الخبراء الدوليين الذين شاركوا في الجلسات عن بعد حيث هناك مشاركة واسعة من قبل مثلا اليونسكو وزارتي التعليم في هولندا وكذلك ستوكلاند وكذلك عدد من الخبراء الذين تحدثوا عن أحدث ما توصلت إليه تقنيات المساندة للتعليم وكذلك أحدث الفرضيات التي منها ممكن تستخدم في عملية التدريب وتقويم التعليم والتأهيل لكل العاملين في مجال التعليم في السعودية وتحديدا على مستوى التعليم العام والجامعي طيب إذن المسألة لا تتعلق فقط بتقويم التدريب والتعليم داخل المملكة هناك خبرات دولية وهناك مشاركة في الاستفادة من تجارب كل بلد في سبيل الرقي بالتعليم والتدريب على مستوى العالم نعم بالفعل محمد هناك عدد كبير من الخبراء الذين يشاركون على مستوى الجلسات التي تقام على يومين اليوم ويوم الغد أيضا هناك أكثر من 23 ورشة أقيمت قبل انطلاق هذا المؤتمر اليوم هذه الورشات استهدفت العاملين في قطاع التعليم لإعطاؤهم وتدريبهم على أحدث تقنيات التعليم وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تواجه التعليم خلال هذه الفترة الحالية نتحدث عن المؤتمر كان يقام على مدى السنوات الماضية إلا أنه بسبب إقامته هذه السنة بالتزامن مع جائحة كورونا والظروف الدولية التي تواجه جميع الدول تم إقامته بشكل افتراضي وأيضا تم الحديث في وضع عدد من العناوين عن هذه الجائحة والظروف التي واجهت التعليم بشكل عام غدا محمد سيكون هناك عدد من المواضيع التخصصية بشكل كبير جدا نتحدث عن الجلسة التي ستكون بعنوان الإفادة من بيانات التقويم خلال البحوث والتقارير عنوان دقيقة متخصصة يعني الشخص الغير متخصص قد لا يفهم هذه التخصصات أو العناوين ولكنها عناوين مهمة جدا تحدثت مع بعض المتخصصين هنا قالوا بأن هذا المؤتمر يطلعهم على آخر ما توصلت إليه الدراسات في خصوص التعليم على مستوى العالم عبد المحسن الحربي من الرياض شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر